بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة مخصصة للتعليم الصناعي الصف الثالث تخصص تيريكو إن شاء الله النهاردة هناخد مادة من المواد المهمة هي مادة المعدات المادة دي موجودة في كل التخصصات ومهمة جدا لأنها بتعرفنا على الألات والمعدات الموجودة عندنا في التخصص بتاعنا لعشان بالتالي نقدر نعد نفسنا إن احنا ننزل سوق العمل ونقدر نشتغل على الألات والمعدات اللي خاصة بالتخصص بتاعنا لأن كلنا عارفين أي فرصة عمل بتيجي أول حاجة بيسألك عن مهارات ومعارف تكون اكتسبتها أثناء دراستك على الماكينات والألات اللي موجودة عندك في تخصصك وبالتالي أثناء دراستك انت بتكتسب المهارات والمعارف دي اللي تقدر تخوض بيها سوق العمل أول حاجة في المعدات صف الثالث ريكو هناخد الباب الأول عندي وهو دراسة مكنة التريكو المستطيلة الجقار الأوتوماتيكية كنا في العام الماضي في الصف الثاني درسنا مكنة التريكو المستطيلة النصف جقار الأوتوماتيكية وهي تشبه كثير إلا أن مكنة التريكو المستطيلة الجقار الأوتوماتيكية يزيد فيها جهاز يسمى جهاز الجقار هنبتدي ندرس في المكناة دي أجزاء المكناة طريقة نقل التصميم أجزاء جهاز الجقار وإزاي أن أنا أقل أنقل الرسومات بتاعتي على القميش فأول حاجة عندي تعريف المكناة بما أن المكناة دي هي مكناة مستطيلة تمام وهي من تريق اللحمة يبقى لما أجي أعرف المكناة دي هقول هي إحدى ماكينات تريق اللحمة المستطيلة الجقار الأوتوماتيكية اللي بتقوم بإنتاج أقمشة برسومات صعبة جدا وصعب أن أنا كمان أعملها على أي مكناة أخرى مش كده وبس دي بتنفذ كمان نقش كبير وعروض كبيرة نتيجة احتواءها على جهاز الجقار لأن جهاز الجقار بيقدر يتحكم في كل إبرة على حدة تمام إيه كمان إن أنا عندي غير تعريف المكناة إن هي تحتوي على جهاز الجقار اللي بيقوم بإنتاج أقمشة زي تنقش صعب إن أنا أنتجه على أي مكناة تانية وإن هي بتنفذ لي أقمشة بعروض كبيرة نتيجة حصولنا على جهاز الجقار في المكناة دي عندي كمان حاجة تانية لازم أتعرف عليها وهي نمرت المكناة كنا سبقوا وتعرفنا قبل كده في مادة المويسات إن نمرت المكناة هي عدد الإبر الموجودة في وحدة القياس إحنا عندنا على مكنة التريكل مستطيلة جقار وحدة القياس بتاعتنا هي البوصة يبقى معنى كده إن نمرت المكناة هي عدد الإبر الموجودة في الواحد بوصة يعني مثلا لو أنا عندي مكناة نمرتها عشرة تلقائي هقول إن الواحد بوصة فيها عشر إبر تمام طيب هو البوصة قد إيه يعني هي سنتي اتنين لا طبعا كلنا عارفين إن الواحد بوصة بيساوي اتنين ونص سنتي طب نمر المكناة دي اللي هي المكناة المستطيلة الجقار بيتروح من كم لكام هقول من خمسة إلى ستاشر إبرة حسب نوع المنتج بتاعنا لإني فيه طبعا شركات كتيرة بتنتج المكناة دي وفيه منها أنواع كتير فكل مكناة ليها رقم وليها نمرة يبقى إحنا قلنا إن نمر المكناة دي تتراوح من خمستاشر إلى ستاشر إبرة في البوصة تمام بعد كده هو إيه الغرض من المكناة دي يعني إحنا قلنا إن هي بتحتوي على جهاز كبير جدا وممتاز وهو اللي بتطلع لي قامشة فيها نقش ممتاز إيه بقى هنقول أول حاجة إنها بتصنع قامش التريكو الخارجية رجالي وحريمي زي إيه زي البلوفرات الفستين التيرات الجبات الجواكد البلوزات ده مش كده وبس نتيجة إن جهاز الجقار بيقوم بإنتاج أقمشة ذات ألوان منصقة وذات أشكال جميلة وذات زخارف وتصميمات ممتازة ده أنا ممكن كمان أستخدمه في إنتاج ملابس التريكو للأطفال تمام تمام ده اسمه إيه الغرض من مكناة التريكو المستطيلة الجقار أجأ أكمل بعد كده طيب إحنا كده تعرفنا على المكناة وعلى النمر بتاعتها طب إيه اللي بيميز المكناة دي هقول حاضر المكناة دي بتتميز بكسرة إنتاج أقمشة لها عروض كبيرة وذات تخانات مختلفة يبقى المكناة دي بتقوم وده بيجي سؤال في امتحانات أخر السنة في المعدات يروح سألني كده سؤال صح أو غلط يقول لي إيه تقوم مكنة التريكو المستطيلة الجقار بإنتاج أمشة ذات عروض صغيرة غلط أمال ذات عروض كبيرة مش كده وبس ده كمان بتخانات وصمك للأماش مختلف لإني بقدر أستخدم على المكناة دي أكثر من نوع من الخيوط اللي ليه سمك مختلف تمام ايه كمان تعالوا بقى نتكلم احنا كده عرفنا المكناة عرفنا الغرض منها تعالوا بقى مميزاتها بالمرة بقى يلا نتكلم ودي بقى الحاجات المهمة والأساسية هي الأجزاء المكونة للمكناة أول جزء عندي لو أنا واقف في الورشة مبسيط على المكناة طبعا في بعض المدارس موجود فيهم المكناة دي متوفرة إنما هي شبه المكناة النصف جاكار ما بتختلفش عنها كتير هلاقي الجزء إلا بجهاز الجاكار فقط لغير هلاقي عندي هنا إيه آه حامل الماكينة وحامل الماكينة ده هو مجموعة من العوارض أو القوائم اللي بتقوم بحمل أجزاء الماكينة يبقى أنا أول جزء عندي هو حامل الماكينة تمام ايه كمان بصوا كده معايا ده شكل من أشكال مكنة التريكو المستطيلة الجاكار طبعا إحنا اتفقنا إن فيه شركات بتنتج المكناة دي وبيختلف شكلها من منتج لآخر وحتى المغزيات شكلها بيختلف حتى جهاز الشد بيختلف فعندنا ده شكل لها على أساس إن إحنا نبقى متخيلين شكلها معايا زي ما أنتوا شايفين كده اللي فوق ده ده أجهزة الشد اللي تحت اللي ورده ده جهاز حتى الكونات وعندي هنا دي العربة وطبعا الماكينة دي بالإيه بالكمبيوتر يعني ماكينة تتريكو المستطيلة الجاكار بس بالكمبيوتر طيب إبقى كده ده حامل الماكينة تاني عندي حاجة بقى قضيب الإبر الأمامي أنا لما بقف قدام الماكينة ببصة لاقي عندي السلندر الأمامي أو قضيب الإبر الأمامي عبارة عن إيه القضيب ده عبارة عن بيوت أو فتحات رأسية تمام كده تسمى بيوت الإبر يعني أنا عندي تحت في الورشة هلأ المدرس أو المدرسة بيقولولي إن دي اسمها بيوت الإبر إنما لما جي عرف السلندر الأمامي هو قضيب يمتد بعرض الماكينة يوجد عليه مجموعة من الفتحات تسمى بيوت الإبر والفتحات دي في وضع إيه في وضع رأسي تمام بس كده لا فيه تجويف عندي في المنتصف بتوضع فيه مصدر التذبيت الإبر يبقى قضيب الإبر الأمامي يمتد بعرض الماكينة موجود عليه مجموعة من الفتحات تسمى بيوت الإبر لوضع الإبر في وضع إيه رأسي إيه كمان زي ما اتفقنا فيه عندي تجويف في الوسط التجويف ده مسبت فيه مصدر التذبيت الإبر المصدر دي مقصومة نصين وفيه سقب من الطرف ده وسقب من الطرف ده إيه الغرض منهم إن أنا لو عندي كسر في إبرة أو عطل في أي جزء من أجزاء الإبرة زي الخطاف أو النسان أو الكعب أو عوجات في الصق بسحب طرفي المصدر دي وبدل الإبرة بسهولة وحط إبرة مكانها وأثناء شرح المكانة هناخد إن أنا عندي هنا بما إنها أوتوماتيكية يبقى أنا هاخد عندي هنا مجموعة من الحساسات أو الأجهزة الإقاف اللي لو حصل أي عيف في الإبرة بتقوم بإقاف إيه المكانة تمام طب هو قد إحنا عندنا أنا جايب لكم صورة إهيه ده قضيب الإبر الأمامي اللي هو السيلندر زي ما احنا شايفين دي الفتحات اللي قدامي دي أهي فتحات كده زي ما احنا شايفين رأسية تمام الفتحات دي لوضع الإبر عليها في وضع رأسي طب إيه دي معايا كده دي إيه هي دي مصطرة تثبيت الإبر وزي ما احنا شايفين كده هي عملها مقسمة إلى مسافات طبعا المسافات دي هي ما هياش مسافات بالسانتي إحنا اتفقنا إن هي بالإيه بالبوصة كل بوصة من دول عدد الإبر اللي موجودة فيها هي نمرة المكانة يعني لو أنا عديت في البوصة دي عشر إبر يبقى المكانة دي نمرة عشرة لو عديت مس إحنا قلنا من كم لكام أيوا بالزبط كده من خمسة لستاشر إبرة يعني لو قلت المكانة دي نمرة خمسة يبقى البوصة اللي موجودة على المصطرة دي قدامي هي عبارة عن خمس إبر في الواحد بوصة ده السلندر الأمامي اللي في الناحية المقابلة ليه ده السلندر الخلفي تمام تمام طبعا عايزة أقولي إن المصطرة دي موجود فيها في آخر طرف المصطرة فيه دايرة كده أو سقب أنا بسحب منه المصطرة علشان زي ما أنتوا شايفين لو الإبرة فيها أي عطل بشيله وابدل الإبرة ورجع المصطرة مرة تانية هنيجي بعد كده قضيب الإبر الخلفي يبقى احنا اتكلمنا عن قضيب الإبر الخلفي تاني الجزء على طول هو قضيب الإبر الخلفي طب هو يختلف عن قضيب الإبر الأمامي؟ لا نفس الشرح يشبه قضيب الإبر الأمامي في الشكل وفي الخامة يعني هو برضو يمتد بعضنا يصنع من الحديد يوجد فيه مفتحات تسمى بيوت الإبر بتوضع عليه الإبر في وضع رأسي يوجد فيه تجويف في الوسط يثبت عليه مصطرة الإبر تمام يبقى قضيب الإبر الخلفي يشبه قضيب الإبر الأمامي إلا حاجة واحدة وهي أنه أقصر ارتفاع يعني يرتفع شوية عن قضيب الإبر الأمامي ليه بقى؟ لوجود الأبلاتين عليه ده في حالة إيه؟ في حالة لو أنا هشتغل أقمشت جقار وجه واحد طب إيه ده يعني ملهاش حل؟ لو أنا هشتغل وجهين برضو يفضل القضيب الخلفي أقصر ارتفاعاً من القضيب الأمامي؟ لا في الحالة بتاعة الجقار من وجهين أنا بقوم بإيه بقى؟ بإضافة الأبلاتين في الوجه الأمامي كمان وفي الحالة دي هيبقى القضيبين بصوات ارتفاع بعض يعني ارتفاعه ما يبقى واحد برضو بيجيني سؤال مهم جداً في الامتحان يقول لي إيه؟ صح أم خطأ؟ إن قضيب الإبر الخلفي أقصر ارتفاعاً أو أقصر ارتفاعاً من قضيب الإبر الأمامي؟ طبعاً صح طب أذكر السبب لوجود الأبلاتين عليه في حالة إنتاج أقمشة جقار من وجه واحد تمام؟ وناخد بالنا دائماً في الأسئلة اللي بتبقى صح أو خطأ إن في آخر السؤال كده وبعد الطلبة بينسوا الموضوع ده يقول لك صحح الخطأ؟ يعني لو عندي إجابة خطأ مطلوب إن إنت صححة وبعد الطلبة مش بياخد باله قوي فأرجو إنك رائد السؤال كويس جداً لأن بتبقوا عارفيني الإجابة بس ما بتقروش السؤال كويس وبعد ما بتخرجه تتفاجأ إن كان فيه تصحيح الخطأ هنكمل مع بعض طيب واتفعنا إن أنا لما حب أحصل على النقش على الوجهين يبقى فيه أبلاتين هنا وفيه أبلاتين في الوجه الأمام والوجه الخلف تمام؟ هو إيه اللي مستخدم هنا من الإبر؟ لأن أنا عندي أنواع إبر كتير لا أنا عندي الإبر المستخدم هنا هي الإبر الخطافية الإبر إليه؟ الخطافية ذات اللسان طب هي بتتكون من إيه الإبر دي؟ لما يجي أولاً هي بتصنع من الحديد الصلب وهي عبارة عن إيه؟ آه أدي منظر الإبرة هي قدامنا لو بصنا على الإبرة هي عبارة عن خطاف الخطاف ده الغرض منه إيه؟ التقاط الخيط يبقى الخطاف ده الغرض منه نوع بيلتقط الخيط أثناء التشغيل طب وإيه كمان في الإبرة دي؟ من أجزائها اللسان اللسان اللي إحنا شايفينه قدامنا ده اللي هو تحت ده اللسان ده بيعمل إيه؟ أثناء رفع الإبرة بعد التقاط الخيط بيحكم الإغلاق على الخطاف لعدم من زلاق الغرزة تمام؟ إيه كمان عندي في الإبرة؟ الصاق صاق الإبرة ده لسهولة إيه بقى؟ لسهولة إيه؟ الصطر اللي تم تكوينه اللي بسميه بعملية الإحلال بينزل وبعد كده تبتجي الإبرة تطلع عشان تكون صطر جديد آخر عندي حاجة في الإبرة هو كعب الإبرة يبقى أنا الإبرة بتتكون من خطاف، لسان، صاق، كعب وإحنا عارفين إننا أشكال الإبرة بتختلف الخطافية ذات اللسان حسب إيه؟ بالضبط حسب طراز وشكل المكنة تمام؟ نيجي الجزء اللي بعد كده وهو الأبلاتين الجزء ده مهم جدا إزاي؟ لو أنا دخلت في الورشة وبصيت كده على المكنة أثناء التشغيل هلاقي الأستاذ اللي واقف بيطلع الإبرة بمساعدة الطلبة راح مادد إيده كده الكف بتاع إيده دي تحت كده السلندر لقيت مجموعة من الأسلاك بيضغط عليها يعني هو رفع الإبرة وفرقها وعمل ترتيب الإبرة والعدد اللي هو محتاجه وبعد كده بيطلع كده من تحت أسلاك كده أسلاك إيه الأسلاك دي؟ ده الأبلاتين الأبلاتين عبارة عن رقائق من المعدن أو من الصلب عددها مساوي لعدد الإبر ولذلك جوه الورشة بسميها كراسي الإبر لأن هي موجودة أسفل الإبر مباشرة كل إبرة بترتكز على أبلاتين ولذلك في الورشة بسميه كراسي الإبر تمام؟ يبقى هو رقائق من المعدن أو من الصلب عددها مساوي لعدد الإبر والغرض منه حمل الإبر عليه مش كده بس مش حمل الإبر بس ده بينقل كمان الحرقة بتاعة الكمات اللي هي بتاخدها من الكرتون تمام؟ حسب الرسم التنفيذي للإبر يعني الأبلاتين مسؤول عن نقل حركة الكمات اللي هي أساسا بتاخد حركتها من إيه؟ من الكرتون حسب الرسم التنفيذي أو التصميم اللي أنا عايزيه يبقى مش بس بيحمل أو بترتكز عليه الإبر لأ كمان ده بينقل حركة الكامات إلى الإبر ده مين؟ ده الأبلاتين طب إيه الغرض منه؟ لسه أيلينه ارتكاز الإبر عليه ونقل الحركة من جهاز الجقار ومن الكرتون للإبر ليه؟ علشان أنقل التصميم أو النقش المطلوب مني على الأميش نيجي للجزء اللي بعد كده قبل الجزء أنا عايزي أبين شكل أو رسم تخطيتي لشكل الإبرة شكل الأبلاتين شكل السلندر لو بصينا كده مع بعض هنلاقي إيه؟ هنلاقي ديه كده الإبرة هي أصادي هي كلنا شايفينها مع بعض أدي الإبرة أدي الخطاف أدي اللسان عندي الصاق وأدي الكعب اللي فوق دي ده رسم تخطيتي لمصطرة الإبرة اللي هي بتعمل على تثبيت الإبرة عندي بعد كده قضيب الإبرة اللي هو موجود تحت ده وبعدين لو نزلنا لتحت هلاقي الأبلاتين هو ده الأبلاتين لو لاحظنا كده هنلاقيه تحت الإبرة مباشرة الإبرة بترتكز عليه وهو بقى بينقل بدوره من علبة الرسمة أو من جهاز الجقار حركة السكوب اللي موجودة علشان تترجم عندي نقشة على الأميش تمام إيه الجهاز اللي بعد الأبلاتين هو جهاز سحب وتنظيم شد الخيط جهاز سحب وتنظيم شد الخيط ده إحنا أول ما بنخش كده ونبص هنلاقي الجهاز ده في أعلى المكنة خلف المكنة في أعلى المكنة من أعلى عبارة عن إيه مجموعة من الأجهزة كده جهاز سحب وتنظيم شد الخيط مسبت على عارضة العارضة دي واخده شكل أفقي هي نفسها مسبتة على قائمين القائمين دول مسبتين على قاعدة خشبية خلف المكنة والقاعدة الخشبية ديه سنة ثلثة هي عبارة عن إيه؟ حامل الكونات أو قاعدة ارتكاز الكون هي موجودة خلف المكنة يطلع منها اتنين من القوائم يثبت عليهم عارضة يسمعها عارضة تثبيت جهاز سحب وتنظيم شد الخيط وجهاز سحب وتنظيم شد الخيط بيتكون من إيه؟ وحدات من جهاز الشد موجودة أو بتختلف شكلها حسب موديل المكنة إحنا اتفقنا أن كل مكنة ممكن موديلها يكون في الشكل مختلف بالنسبة لجهاز الشد أو المغزيات أو أي إن كان في المكنة حسب الشركة المنتجة لها طب هو بيتكون بس إن هو موجود أعلى المكنة على عارضة تثبيت جهاز الشد لأ هو أصلاً وحدة الشد بتاعته هلا هي عبارة عن قرسين من المعدن بينهم ياي أو سستة ومتصلة بعجلة كده أو مصمار الضغط على القرسين دول يبقى هو بيتكون وحدة الشد نفسها من قرسين من المعدن بينهم ياي أو سستة وعلى طرف القرسين دول هنلاقي إيه؟ ضاغط مصمار ضاغط المصمار ده ده بيتحكم في ضغط القرسين على الخيط اللي موجودة على المكنة بمعنى لو أنا عندي الخده صمكه كبير يبقى أنا مضطر أقلل الضغط بتاع القرسين على الخده عشان يبقى سهل السير على المكنة طب لو الخده الصمك أقل يعني رفيع يبقى أنا هزود الضغط بتاع القرسين على الخده علشان ما يبقى شفين سيابية جديدة للخد لا يمشي بدرجة منتظمة تمام تمام طيب هو في موجود حاجة تاني غير وحدة الشد اللي هي قرسين من المعدن وبينهم ياي أو سستة آه في عندي كده لو أنا واقف في وش المكنة هلاقي فوق على جهاز الشد موجود عندي سلك مرن بيتحرك أثناء التشغيل السلك ده هو الصياد يبقى جهاز سحب وتنظيم شد الخد موجود في وحدة الشد وموجود فيه كمان حاجة اسمها الصياد الصياد ده سلك مرن مسبت من طرف والطرف التاني حر الحركة وموجود فيه في اخره كده حلقه من الخزف غريبة اشمعنا الخزف ليه ما يكونش حلقه من المعدن لان الخيط بيدخل ويمر من خلال الحلقه دي لو هو من المعدن نتيجه ان المكنه دي بتدور بسرعه عاليه لانها اوتوماتيكيه فالخيط هيبقى فيه نسبه احتكاك عاليه لو من الحلقه دي من المعدن هيحصل نتيجه احتكاك احتكاك الخيط مع الحلقه درجه حراره مرتفعه الخيط يتم تنسيله يتقطع وده طبعا ممكن يعمل عيب في القماش ولذلك جهاز السياد هو بنعمله حلقه من الخزف عشان الحلقه تبقى نعمه لمرور واحتكاك الخيط به اسناء التشغيل تمام طب هو ايه الغرض منه الغرض من السياد انا جايبه لكم فيديو اهو نبص كده مع بعضنا دي اجهزه تشد فوق اهي طبعا دي مكنه تريكو مستطيله جقار دي اجهزه تشد جانبيه تمام كده اهو ده كده اهو دي اجهزه سحبه وتنظيم شد الخيط كلنا لو لاحظنا كده مع بعض هنلاقي ايه دي اهو ده العوارض بتاعتي ايه دي العارضه اللي بالعارضه دي تمام هنثبت كده دي العارضه هي اللي بيثبت عليها اجهزه الشد وعندي هنا ده جهاز الشد ولو لاحظنا كده السياد شايفين اهو ده السلك ده السلك هيبقى مثبت خلفه هنا وحده الشد وحر الحركه من الناحية التانية ولو لاحظنا فيه هنا لمبه حمره ايه دي لمبه ارشادية بتعمل ايه اثناء ما المكنه شغاله لو الخيط حصله اي عطل او انقطع اللمبه دي وانا هجيب لكم فيديو حالا دلوقتي اللمبه دي بتضاء ترشد العامل لمكان القطع علشان يجي على طول انهي جهاز شد في دول اللمبه دي بترشد العامل على الجهاز اللي تم ايه قطع الخد فيه وطبعا احنا ملاحظين حاجه ان فيه عدد كبير اوي من اجهزه الشد ما احنا اتفقنا عددها حسب طراز المكنه يعني حسب الشركه المنتجه للمكنه عدد وحده الشد دي مش كده وبس ان وحده الشد دي كمان لازم تبقى مناسبه للمغازيات الموجوده على المكنه يبقى وحده الشد لازم تبقى مناسبه لعدد المغازيات اللي موجوده على المكنه تمام ادي كمان ده رسم تخطيتي لشكل جهاز سحب وتنظيم شد الخيط لو بصينا مع بعض مفروض النحيه دي هي النحيه المقابله ليه وانا واقفه على المكنه هشوف قدامي هنا كده ده الصياد اهو زي ما احنا شايفين المثبت خلف وحده الشد وحر الحركه من الجهه الايه الاخره لو بصينا هنا دي الحلقه اللي من الخزف ولو لاحظنا هنلاقي الخيط اهو تم لضمه فيها طبعا الفتحات الاخره دي هي مجموعة من الادلة الغرض منها انها بتحدد مصاري الخيط المناسب تمام عشان الخيط بقى عارف طريقه رايح خلفين لغاية ما يوصل ليه المغزي او المكوك هكمل ايه ده هو دي وحده الشد قرسين هم من المعدن ولو لاحظنا كده شايفين مزود بايه بصوسته او ياه مش كده وبس على طرف وحده الشد هنا كده زي ما احنا شايفين موجود ايه زي ما قلنا اه مصمار الضغط على القرسين على القماش عشان يقدر يتحكم في القرسين اللي موجودين هي وحده الشد على الخيط حسب سمك الخيط تمام طب ايه ده جزء ده المتركب ده ايه ده حساس الخيط احنا اتفقنا لما شفناها في الفيديو اللي ان انا عندي كده لمبة حمرا لونها احمر اللمبة دي متصله بحساس الحساس ده اللي هي اجهزه الايقاف اللي موجوده فوق عندي جهاز الشد بتعمل ايه اول ما الخيط ينقطع او يحصل فيه اي عيب على طول اللمبة دي بتضاء بلون احمر علشان ترشد العامل للشد او جهاز الشد اللي انقطعت عنده الخيط تمام لما هبص هيه كده دي اللمبة وبعدين عندي هنا منظم وحساس شد الخيط طبعا دي الكونة اللي بتبقى موجوده على ايه ايه بالزبط على حامل الكونات اللي هو عباره عن قعدة خشبية مغطى بطبقة من الخشب الناعم علشان ايه عند دوران الكونة ما يحصلش احتكاف الكونة تقع او يصاب الخيط باي عطل طيب ده فيديو اهو هيوريني بقى جهاز الشد واللمبة الحمرا ازاي بتضاء يعني دي تجربه يعني احنا اللي هنلاحظ كده احنا عملنا عطل كأن الخيط فعلا تقطع علشان نشوف ايه اللي لحسطو دلوقتي جهاز الشد اللي موجود دي طبعا هي دي القعدة الخشبية اللي هي قعدة ارتكاز الكون في جنبه وجهاز الشد مش منورة اللمبة للعلم لان احنا قصدنا ان نباين لو الخيط سليم في جهاز من الاجهزه اللي هي جهزه الشد ومس سليم في جهاز تاني يعني الخيط تقطع هيحصل ايه المكناه هتتوقف تلقائيا بس في الحاله دي يعني اوقف كده الفيديو شايفين ايه اللي حصل الجهاز دي شغال عادي ما نورتش اللمبة بتاعته لان الخيط بتاعه ما تقطعش انما هنا ايه اللي حصل اللمبة بتاع الجهاز الشد اللي بسميها اللمبة الارشادية نورت لان فجأة العامل اكتشف ان المكناه واقفت طب يا ترى العب بتاع المكناه ده فين لا اللمبة دي ارشاده العامل ان جهاز الشد ده هو اللي تقطع في الخيط فتلقائي يبتدي يعالج الامر مش بس عند قطع الخيط ده ممكن الكونه اللي موجوده تكون انتهت يعني الخيط عليها انتهى يبقى برضو في الحاله دي جهاز زي ما نشايفين كده اللمبة تم اضاقتها لترشد العامل لمكان القطع وده بسميه ايه حساس الخيط لانه موجود في اعلى المكناه طب ايه مجموعة الثقوب اللي موجوده دي في جهاز الشد احنا اتفقنا ان هي عباره عن ايه بص كده الثقوب دي كلها مجموعة من الادلة الغرض منها ايه تحديد مصار الخيط الصحيح ماشي تمام يبقى احنا كده شفنا تجربه عملي اني لو انا حصل اي عيب عندي في جهاز الشد على طول ايه هيظهر تمام طب ايه هرد منه بقى احنا بيتكون من وحده شد ومن صياد ومن حساس خيط وعملنا تجربه عملي اني لو حصل فعلا عطل في الجهاز ده اللمبة هتنور ازاي وهترشدني على اني لان احنا شفنا شكل اجهزة الشد مجموعة من اجهزة الشد عددها بيختلف من مكانه الاخرى فمش معقوله انا هعد ادور كعامل في كل ده لا اللمبة الانشادية هتوجهني للمكان الموجود في القطع طب عايزين نعرف ايه الغرض من جهاز سحب وتنظيم شد الخيط عايزين بقى حاجه حلوه اول احنا مش بنحفظ احنا اتفقنا ان الحفظ ينسي امال ايه افهم شوف كده لفظ او الجملة بتاعت الجهاز اللي انت عايز تعرف الغرض منه جهاز سحب وتنظيم شد الخيط يبقى الغرض منه ايه تنظيم الشد الواقع على الخيط حسب سمك الخيط حسب تخنت الخيط ينظم الشد الواقع على الخيط ده والله لو خيط سميك زي ما قلنا اقل للضغط بتاع القرسين لو خيط رفيع اعمل ايه ازود الضغط عشان الخيط ما يمشيش بسرعة طب انا عايزة حاجه تانية هو جهاز الصياد بيعمل ايه هو بس ان انا احط فيه الخيط في الحلقة اللي هي من الخزف لا جهاز الصياد الغرض منه انه هو يقوم بايه بتغذية المكان او العربة بالخيط ويمتص الخيط الزائد طب ودي ليها ميزة طبعا هو بيعمل ايه بيحط تحافظ على اللي هو الصياد على ان الخيط ما يبقاش فيه نسبه ارتخاء ولا ان المكانه تسحب خيط زياده لا هو اول يروح مغز الخيط ويروح ساحب الخيط الزياده ليه عشان انا عندي القماش ده لما يطلع يكون ليه جوانب نضيفه يعني مثلا تلاقي كده اماما هي بتشتري القماش القماش العادي حتى مش التريكو تقول ايه ده قماشة حلوة ده يعني بالعمية كده ليها برسل من الجناب او زي ما يكون ايه متنظفة من الجناب السبب ده ايه في التريكو ان جهاز الصياد بيعمل ايه بيمتص الخيط الزائد ويمنع ارتخاء الخيط اسناء التشغيل هكمل بعد كده احنا عرفنا خلاص الغرض من جهاز سحب وتنظيم شد الخيط تعالى بقى لجزء مهم جدا في المكانه وهي العربه جهاز العربه نعرف العربه في مكينة التريكو المستطيله الجقار الاوتوماتيكيه عباره عن ايه بتتكون من الاجزاء الاتيه اول حاجه زي ما احنا شايفين كده نوع حبيت اوريت شكل العربه اصلا طبعا احنا اتفقنا ان كل مكانه من المكان الجقار يختلف حسب الشركه المنتجه للمكانه دي اهي ادي كده دي هي دي العربه لاحظ كده هي ماشية ازاي اه يمينا ويسارا ولو لاحظنا هنلاقيها بتاخد حركتها على قضبين مركبين اعلى السلندر ما هو ده السلندر الامامي والنحية التانية ده السلندر الخلفي ايه اللي بيحصل دلوقتي العربه بتتجه يمينا ويسارا ماشي كده محموله على قضبين وده شايفين ده اه ايه ده ده السير اللي بيخلي العربه تتحرك بسهوله يمينا ويسارا تمام ده شكل العربه تعالا بقى نشرحها هي عباره عن ايه اول حاجه موجوده في العربه مميزه ليه هي لوحه الكامات الكامات المستخدمه في العربه نوعين يعني انا تمال كنت بقول يعني لما جينا السنه اللي فاتت نشرح كامات المكنه قلنا انا عندي كامة صعود وكمة هبوط وكمة حارسه مش كده وكمة سره ما تكلمناش عن اي نوع من انواع الكامات لا في المكنه السنائي هذه الاوتوماتيكيه الجقار هيبقى فيه نوعين في العربه من الكامات كامات ابلاتين وكمات ابر ايه ده معقوله اه طبعا هو مش هنا عندي الابلاتين بينقل حركه الكارتون او حركه الكمات يبقى هو كمان محتاج نوع من ايه من الكامات فعندي اول حاجه كامات الابلاتين هي عباره عن ايه عندي نوعين من الكامات اول نوع لكمات الابلاتين كامات الرفع ودي الغرض منها ايه رافع الابلاتين لرفع الابر احنا اتفقنا ما هو الابلاتين دي كراس الايه كراس الابر يبقى معنى كده ان هو لما هيرتفع لاعلى وبالتالي هيرفع ليه مين الابر بيعمل ايه بيساعد على ارتفاع الابر الى اعلى يبقى كامة الرفع هي خاصة برفع الابلاتين اللي بيتم اختياره بوسط ايه الكارتون اللي تم تسقيبه حسب الرسم التنفيذي وبيعمل ايه بدم هو هيرتفع انا عندي ابرة مرتكزة عليه لسه شايفنا حالا يبقى زي ما الابلاتين هيرتفع هيرفع لي برضو الايه الابر يبقى دي اول كامة من كامات الابلاتين انا ما عنديش بس كامة رفع وخلي بالكم كامة الرفع بتاعت الابلاتين اربعة اتنين في وجه العربة الامامي واتنين في وجه العربة الخلفي طب وكمات ايه تاني غير كامة الرفع عندي كامة الهبوط اذا كان عندي كامة بترفع الابلاتين اللي عن طريقه بترفع الابرة عندي برضو كامة هبوط طب بتعمل ايه كمت الهبوط دي في الابلاتين كمت الهبوط دي زي كمت السعود بالضبطة او الرفعة اربع كمان اتنين في الواجه الامامي واتنين في الواجه الخلفي تمام بتعمل ايه بتعمل على هبوط الابلاتين بعد التقاط الابر للخيط يبقى احنا كده اتفقنا ان كمات الابلاتين نوعين من الكمات كامة رافعة ودي اللي بتقوم على رفع الابلاتين وبالتالي هو بيقوم برافع مين الابر المرتكز عليه عندي كمان كامة تانية للابلاتين وهي كامة الهبوط ودي بتعمل ايه بتساعد على هبوط الابلاتين وبالتالي الابر بتنزل برضو بتهبط بعد ايه بعد التقاط الخيط دي مين دي كامات الابلاتين تعالوا بقى نتكلم بالمرة على الجزء الثاني من أنواع الكامات وهي كامات الإبر عبارة عن إيه؟ أول كامة عندي هي كامة الصعود أنا لو فتحت العربة لو فتحت العربة بتاعت المكنة هلاقي موجود إيه؟ هلاقي لوحة كامات هلاقي على الجنبين يمينا ويسارا كامتين هبوط طبعا اتنين في الواجه الأمام واثنين في الواجه الخلف في المنتصف في كامة السرة تحتها على طول في كامة الصعود كامة الصعود دي هي كامات رفع الإبر ودي يوجد منها أربعة اتنين بالواجه الأمام للعربة واثنين بالواجه الخلف المين للعربة تمام الغرض منها إيه كامات دي؟ رفع الإبر لالتقاط الخيط يبقى كامات الصعود الغرض منها رفع الإبر لإيه؟ لالتقاط الخيط ايه كمان كامات هبوط وبعض الاحيان انا بسميها كامة تحديد طول الغرزة او كامة الغرزة طب هي كم كامة عندي كامة هبوط اربعة اتنين في الواجه الامامي واتنين بالواجه الخلفي طب هو ايه الغرض من كامة الهبوط دي بعد الابرة ما بتتفع الى اعلى وتلطقت الخيط بتقوم كامة الهبوط بخفض الابرة وتحديد مشوار طول الغرزة تمام هل فيه كامات تاني غير كامة الصعود وكامة الهبوط طبعا ايه كامة الوسط اللي بسميها كامة السرة ودي انا باعتبرها ايه بتكمل مشوار الابرة الى اعلى يبقى كامة الوسط او كامة السرة هي اللي بتقوم بتكملت مشوار الابرة الى اعلى ومش كده وبس ده انا ممكن كامة السرة واخدنا الكلام ده في العام الماضي في الصف التاني لما كنا بنتكلم عن حركات كامة السرة لما قلنا ان انا ممكن استخدم كامة السرة في عمل الغرزة الايه برافو سمع اللي بيقول الغرزة المعلقة ودي بتدي شكل جمالي او غرزة جميلة للقماش يبقى كامة السرة هي كامة بتحدد اصع يعني ايه بتعمل على ارتفاع الابرة الاعلى ارتفاع لها وممكن استخدمها في انتاج الغرزة المعلقة اللي هي بتدي معا شكل جمالي في قماش التلير نجي بعد كده 1 نوع يبقى احنا كده عندنا كم نوع كامات اول حاجه كامات الصعود او ال packet رفعه تاني حاجه كامات الوبوت او كامف الغرزة او كامت تحديد مشوار طول الغرزة 3 كانت كامه كانت كامه السرة تمام عندي رابع كامه بقى هي الكامه الحارسة او كامةъ الهيلال ايه ده كانته الهلال او الكامل حارسه بالضبط زي ما في عندي كامه السره بتعمل على تكمل مشوار الابره الى اعلى عندي كمان كامه الهلال او الكامل حارسه بتعمل على تكمل مشوار الابره الى اسفل مش كده وبس دي بتعمل مع كامه السره مجره لمرور قعوب الابر او لتحديد مصار قعوب الابر يبقى احنا كده خدنا نعين من الكمات كمات الابلاتين وكمات الابر انا هنا ده فيديو الفيديو ده بيبين لي ايه لو سمعنا كده فيه تاكه بسيطه كده بتحصل سمعين معايا انا اصدى ليه تسمع الصوت ده ده صوت الكمات دي العربه العربه دي احنا تم كنا بيعمل لها سيانه فتم فتحها لو نلاحظنا كده مع بعض هنلاقي المجموه دي مجموه الكمات دي العربه وهي مفتوحه مبين لي هنا ايه مجموه الكمات ايه النحيه دي ودي الكمات النحيه التانية ده كده العربه وهي ايه وانا عملال عملية فتح عشان ابين شكل الكمات جوه العربه اللي هي مجموه الكمات الابر تمام هنبص كمان عندي كنا كماه الهلال اللي هي الكاما الحارسه هنا ده كمان مش بس انا بتفرج على فيديو اشوف بيه شكل الكامات لأ وكمان رسم تخطيتي قرب لي كمان شكل الكامات لو بصينا كده مع بعض هنا ده كامات الهبوط زي ما احنا شايفين كده دول واحدة يمينا واحدة يسارا وعندي ايه كمان عندي دول كده الاتنين اللي عليهم السهم دول دول الكامت الايه السرة تمام معايا وبعدين الاتنين دول ده زراع كامات الصعود تحت هنا دول بقى ايه اللي تحت دول يعني دول كده كامات القبر اللي فوق دول كامات القبر اللي هي كامات الهبوط كامات الصعود كامة السرة لكمال حارسة وطبعا الازرع الجانبية دي هي اللي بتنقل الحركة للايه للكامات امال ايه دول دول كامات الابلاتين مش احنا اتفقنا ان انا عندي كامات هبوط للابلاتين وكمات صعود اهم هما دول يبقى ده رسمي توضيحي لشكل الايه لشكل كمات الابر وشكل كمان كمات ايه كمات الابلاتين ده برضو شكل للعربة اكتر برضو وده شكل القماش نوع او شكل من الاشكال اللي بيتم انتاجه على مكانة الجقار زي ما احنا شايفين شايفين كمية العرض قد ايه كبير والنقش قد ايه جميل ولذلك قلنا ان هو بيستخدم في الملابس الخارجية وفي ملابس كمان الايه الاطفال طيب جهاز العربة نفسه بقى احنا اتكلمنا عنه عن كمات اه الجهاز ده تائما وابدا زي ما شفنا بيتحرك يمينا ويصورا رايح جاي كده بيحمل معايا المغزي او المكوك طيب بياخد حركته مين يعني جهاز العربة ده رايح جاي كده واخد حركته من فين واخد حركته عن طريق اه المحرك الكهرابي في عندي كده مجموعة من الطارات مجموعة من السيور متصلة بطارة الادارة في المتصلة بالمطور يعني السير عامل كده يا جماعة على شكل حرف V السير ده متصل بطارة المطور اللي بيحصل السير ده بيرتفع الى اعلى عن طريق مجموعة من الطروس يوصل لغاية السير بتاع العربة وهو اللي بينقل الحركة من المطور الى العربة وبالتالي بتتحرك يمينا ويسارا عن طريق المحرك الكهرابي وطبعا احنا شفناها في الفيديو اللي قبل كده ان هي بتبقى مسبتة على قضي بين اعلى السلندر الامامي والسلندر الخلفي زهابا وايه وايابا يمينا ويسارا اهي شايفينها معايا اهي دي العربة دي العربة بتاعتي ودول كده اهم دي الجزئين بتوعها اللي بيركبوا واحدة بتركب على اللي هي جزئية دي على السلندر الخلفي والتانية تركب على السلندر الامامي طيب هو احنا العربة دي موجود عليها مجموعة من الكمات بس لا طبعا هو اللي بيحصل اثناء التشغيل اثناء التشغيل العربة رايحة جاية بالخيط اللي هو موجود فين في المغزيات تمام اللي بيحصل الخيط بيمشي طبعا العربة ماشية بسرعة اللي هي يعني متزبطة على المكنه سرعة عالية دي اوتوماتيك تمام اللي بيحصل نتيجة ان العربة رايحة جاية بالمكوك يحصل ان بعض الخيط بتسقط الغبار بتاعها يعني اثناء التشغيل تنزل مجموعة من الاتريبة تنزل مجموعة من الغبار ينزلوا على مين على الابرة طب ما وده ممكن يعمل الانسداد في الخطاف يمنع ان اللسان يعمل ايه يحكم الغلق على الخطاف طب وبعدين ما ده يعمل لي عف القماش الابرة دي مش هتفتح لسنه وتلطقت الخيط لا تم تركيب مجموعة من الفرش على العربة عبارة عن ايه الفرش دي عبارة عن مجموعة من الشعيرات المتساوية النعمة بتقوم بايه بقى بتقوم بتفتحة ألسنه الابر وتنزفها اثناء التشغيل يعني العربة وهي رايحة جاية كده اللي بيحصل تفتح ألسنه الابر وتنظفها من الغبار او من الاتريبة العالقة فيها علشان تقدر ايه تحتفز او تلطقت الخيط وتحتفز بيه وما يحصلش عيب في القماش يبقى هي تركب بالعربة ووظفتها فتحة ألسنه الابر وتنظفها من الاتريبة وهي موجودة فيه واجهي المكنة يعني فيه فرشة موجودة في الواجه الامامي وفرشة موجودة في الواجه الخلفي وقلنا ده طبعا حسب ايه بالزبط حسب تراز المكنة هنيجي بعد كده على جزء مهم جدا عندي هي المغزيات ايه المغزيات دي احنا بنقولها في الورشة المكوك ومن كلمة مغزي المغزي هنا دي يا جماعي يعني هو اللي بيقوم بتغذية المكنة بالايه بالخيط طب هو بيركب من ايه قطعة معدنية وطبعا شكله بيختلف من مكنة الاخرى يعني فيه بعد المكن هتلاقيه عبارة عن قطعة كده مسلوبة من الحديد عبارة عن قطعة يضوبك بس موجود فيها سوق يمر في الخيط وعن طريق جهاز التقاط المغزيات بيتم اختيار المغزي المناسب والعربة بتغضو زهابا وايابا هل هو شكله واحد لا بيختلف من مكنة الى اخرى ولكن كلهم بيصنعوا من الايه من الحديد الصلب تمام تمام طب هو الغرض منه ايه تغذية الابر بالخيط وممكن على المكنة استخدم اقصر من مغزي تمام وطبعا اتفقنا ان شكله بيختلف من موديل الى اخر يعني حسب شكل واتراز الايه المكنه طب انا ممكن استخدم اقصر من مغزي طبعا بدليل ان احنا لما جينا نتكلم على جهاز سحب وتنظيم شد القيط قلنا ايه قلنا ان يا جهازة الشد بعددها بيبقى مساوي للمغزيات وان انا ممكن استخدم اقصر من جهاز الشد لان انا ممكن استخدم اقصر من مغزي الفيديو نيجي بعد كده انا عايزه بس اوريكم شكل بصوا كده معايا هنا كده اه ايه دي العربه لو تلاحظوا كده معايا ده ايه ده ده كده بتاخد المكوك المطلوب ماشي اهو العربه بص ده المكوك هو ده ازا شايفين عامل ازاي طبعا ده مش شكل موحد يعني احنا هنلاقي بعض الماكينات شكله غير كده طبعا دي قعدة قعدة ارتكاز الكون او بسميها في الورشه الشمعدان لاحظ تاني كده معايا انواقف كده شوية الفيديو عشان نشوفها بوضوح ده ايه هو دي المغزيات زي ما احنا شايفين شكلها هنا هتلاقيه مختلف عن شكل مكناتانية احنا اتفقنا ان المغزيات شكلها بيختلف حسب طراز المكناه طب احنا شايفين هي عباره عن ايه زي ما احنا شايفين كده مقصق بموجود فيها عشان قلضم في الخيط حسب اللون اللي انا محتاجاه احنا عندنا هنا انا ممكن احتاج اكثر من اللون دي مكناه جاكار معنى كلمه جاكار يعني بعمل رسومات صعب جدا انتاجه على اي مكناه تانية وبتحتوي على مجموعة من الالوان الكثيرة مش كده وبس ده كمان النقش فيها عالي يبقى معنى كده ان انا ممكن استخدم مجموعة من المغزيات ويتم لضمها بانواع بالوان كثيرة من الخيط عشان تديني التأثيرات اللونية اللي انا محتاجه فلا اهو ده كده هو ده المغزي او اللي بسميه في الورشة المكوك زي ما احنا شايفين كده ايه اللي بيحصل هنلاحظ دلوقتي اهو شكله اكبر طبعا ده السلندر الامامي والايه براهي متكون عليه ركب عليه في الفتحات بتاعتها الرقصية مسؤدي العربة تيجي تاخد المغزي باللون اللي مطلوب طب هو ايه ده هي العربة ازاي بتعرف ان ده المغزي بالخيط الاحمر اللي هاخده او ده المغزي بالخيط الاصمر او او الى اخره حسب ايه بالظبط حسب الايه الرسمي التنفيذي او النقش المطلوب تنفيذه على القماش بيتم ده الكرتون بالسقوب اللي بتباين لي فيه عدم شغل او مفيش او فيه شغل تمام وبينقل الحركه الى العربه عن طريق الكامات وبتدورها بتروح تعمل ايه تاخد المغزي المناسب باللون المناسب تمام كده احنا شفنا المغزيات نشوف ايه كمان بعد كده اه جهاز الجقار عمالين من اول ما تكلمنا عن مكنة التريق المستطيلة الجقار الاوتوماتيكية نقول ما يميز هذه المكنه ان هي بتحتوي على جهاز الجقار جهاز الجقار طب هو جهاز الجقار ده اصلا عباره عن ايه اولا هو المسؤول عن ايجاد الزغرافه او النقش او تأثير الالوان في القماشة طب هي ايه اجزاؤه قال لي اجزاؤه اتنين السلندر والكرتون ايه ده انا سمع حد بيقول ما احنا لسه قالين ان فيه سلندر امامه وسلندر خلف لا ده سلندر خاص بجهاز الجقار جهاز الجقار موجود عليه السلندر السلندر ده عباره عن ايه لما يجي اسأله كده الاعرف لي جهاز السلندر اللي موجود في جهاز الجقار او السلندر اللي موجود في جهاز الجقار هو عباره عن جهاز مكون من اربع اوجو يمتدوا بعرض المكنه الغرض منه ايه الغرض منه اللي هو جهاز الجقار تنفيذ الرسم زي ما قلنا تمام السلندر عباره عن اربع اوجو تمتد بعرض المكنه وهو خاص بحمل الكارتون عليه يعني أنا الكارتون اللي بدقه حسب الرسم التنفيذي بيتدم دقه عن طريق سقوب بجهاز خاص تمام كده اللي بيحصل بيأخذ الكارتون اللي تم دقه حسب الرسم التنفيذي وبيركب على جهاز الجاقار اللي هو ايه اللي هو هيقوم بيه حركتين حركة رددية للامام والخلف علشان ينقل حركة السقوب اللي موجودة على الكارتون وحركة دائرية طب حركة دائرية ليه علشان أنا عندي هنا الكارتون هيبقى معمول سطر اول لون الف سطر تاني لون به حسب عدد الالوان اللي موجودة فاللي بيحصل انه بيتم تركيب الكارتون على جهاز على السلندر اللي موجود في جهاز الجاقار بعد تسقيبه حسب الرسم التنفيذي ليه علشان هو اللي هيترجم السقوب الموجودة في الكارتون وهيبتدي ينقل الرسم التنفيذي المطلوب ده مين ده السلندر طب هو بياخد حركته منين سؤال كده يروح جايلي مما يأخذ جهاز السلندر حركته هقوله ابدا انا عندي على جهاز السلندر في كده زي سقاطة سقاطة زي قطعة معدنية بتعمل ايه بتاخد حركتها من ازرع بتمتد او بتاخذ حركتها من عمود الادارة الرئيسي اللي هو بياخد حركته اصلا من المحرك الايه الكهرابي تمام تمام هنيجي بعد كده احنا اتكلمنا عن السلندر تاني جزء فيه جهاز الجقار هو الكارتون وانا عندي هنا الكارتون عباره عن ايه عباره عن رقائق تشبه الحصائر بيتم تسقيبه حسب الرسم التنفيذي او النقش المراد ايه اظهاره على القميش يبقى هنقول هو عباره عن رقائق من المعدن تشبه الحصائر المعدنية وهي تساقب حسب ايه 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 بالزبط حسب الرسم التنفيذي طيب هو انت بتساقبوه ليه هقول لك لو انا دلوقتي احنا كنا اخدنا في سنة تالتة عندنا ماده تسمى الرسم الفني الماده دي موجود فيها جزء اسمه رسم تنفيذي ايه اللي بيحصل فيه ابدا بتجيني رسمه الرسمه دي بتبقى مرسومه على الورق الابيض ويقول لي حل المسألة وجد لي عدد ابر السنتيو وجد لي عدد ابر التكرار وعدد سطور التكرار تمام ابتدي انقل الرسمه دي على الورق التنفيذي وبعد كده تحت الرسمه اللي هي منقوله بالورق التنفيذي بعمل حصيره اللي هو الكارتون وابتدي بقى اثقى بالكرتون كارتونة الف فيها اللون مثلا اللي انا عايزه اظهر اللون فيه الاول ومظهرش اللون التاني كارتونة به عايزه اظهر فيها اللون التاني ومظهرش اللون الاول هو ده عن طريق ايه عن طريق السقوط لان لو انا مثلا مثلا الرسمه دي او الرسم التنفيذي اللي انا عايزه انقله ده على القماش بيتكون من لونين اللون الاول مثلا الاحمر واللون التاني نقول الازرق هجب بقى الكارتون اللي هو عباره عن حصائر معدنية ومسقب حسب الرسم التنفيذي اول حصيره او اول كارتونه هيبقى فيها لون ايه برافو لون الف طيب انا عايزه اظهر لون الف اللي هو اللون الاحمر ما سقبوش غريبة اما اللي اثقب ايه اثقب اللون التاني اللي هو الازرق اللي انا مش عايزه يظهر في الكارتونه دي ايه ده ده معنى الكلام ده ان السقب معناه عدم تشغيل يبقى انا معنى كلمه سقب يعني هنا ايه عدم تشغيل يعني مفيش ابرة ترتفع يعني مفيش شغلة هيظهر يبقى انا لو عايزه اظهر اللون هظهره ازاي بان انا ما سقبوش طب والكارتونه التانية الكارتونه التاني اللون الازرق بقى هعمل في ايه ما سقبوش ان انا ما سقب ايه برافو اللون الاحمر يبقى انا اللون اللي عايزه اظهره ما اعمل له السقب طب ولي مش عايزه اظهره اعمل له سقب لان السقب معناه عدم تشغيل يسنة تلتة تمام يعني عدم تكوين غرزة وفيه بقى كرتون تاني بيدق بان انا حط قطع او اصبع جوه السقوب اللي انا ايه عايز ازر اللون فيها فيجي يصطدم فيها قعوب الابلاتين ترتفع لاعلى ترفع تبعا لها الابرة تروح الابرة طالع جايب اللون اللي انا ايه اللي انا عايز ايه تمام اجي بعد كده بعد الانتهاء من التسقيب وترتيب الكرتون تبتدي بقى جهاز الحركة الاوتوماتيكي يشتغل وهو بيقوم بقى بتحريك ايه يغير المغزيات اوتوماتيكيا اي جزء بتحرك هو بيقوم جهاز الحركة الاوتوماتيك بتحريكه حسب ترتيب الالوان حرك العربة والكامات وينقل الحركة يمينا ويسارا عندي كمان بيحرك جهاز سحب وطي القماش بالاضافة للاجزاء الاخرى زي جهاز العريجة اللي هي بتحرك سلندر الخلفي سن الاعلى وسن الاسفل او اقصر اخر حاجة عندي هو جهاز سحب وطي القماش وده مجموعة من الدرافيل او الاستوانات تركب فوق بعضها وبتتحرك حسب سرعة الايه العربة والغرض منه سحب وطي القماش عليه وده شكل تخطيتي ليه عندي الكارتوني الجانبي وهو ايوا بالزبط كده حالا كده يبقى احنا عملنا ايه يبقى احنا كده وسلنا ليه الكارتوني الجانبي وعرفنا اجزاء الماكنة من اول السلندر الى باقي الاجزاء ان شاء الله باذن الله هنكمل باقي اجزاء ماكنة التريق المستطيلة الجقار في الحلقة القادمة اترككم على الف خير والى اللقاء